أجرى مراسلنا في شرم الشيخ كريم بيبرس لقاء مع مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي الدكتور محسن عبيده عن الاستعدادات واستخدام الروبوتات في المستشفى نوت نتواصل معه استعدادات مدينة شرم الشيخ ومدينة السلام لاستقبال كوب 27 ما زالت مستمرة ولكن من أهم هذه القطاعات في الاستعدادات هو قطاع الصحة هنا من مستشفى شرم الشيخ الدولي نتحدث عن آخر التطويرات والتحديثات الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وأيضا الوسائل الحديثة التي تتعامل بها المستشفى بشكل عام معنا الآن دكتور محسن عبيده وهو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي برحب بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك عايزين تكلم يا فندم عن آخر التطورات في هذه المستشفى وما الجديد؟ الجديد حددك أنه تم رفع الكفاءة وتطوير قسم الطوارئ قسم الطوارئ ما زودناش عدد السر لما تم رفع كفاءة السرير الأجهزة البنية التحتية الـ IT تم تطويره الكامل إلى جانب تركيب أسطرة حديثة جدا تم تركيبها باسم الطوارئ منذ حالي أسبوع والنهاردة الحمد لله اشتغلت وجربناها قسم الطوارئ اهتمينا باستقطاب عناصر بشرية ضخمة جدا بتعمل في قسم الطوارئ نيجي القسم الرعاية المركزة تم تحديث نفس اللي حصل في الطوارئ حصل في الرعاية المركزة خطة تطوير رفع كفاءة سريعة حدثنا الـ 16 سرير اللي عندنا الـ InfraStructural كلها بالكامل تم تحديثها إلى جانب العناصر البشرية تم إمدادنا من هيئة الرعاية الصحية بمجموعة ضخمة جدا من الأجهزة أجهزة الانفصصناعي أجهزة مونتورز أجهزة غزة دم يعني كل ما يحتاجه قسم رعاية مركزة حديث جدا تم إمدادنا بيه المحصن كمان فيه جزء مهم جدا وهو جزء أنا شايف الـ Robots اللي موجودة داخل المستشفى ممكن تكلمنا عنها ودورها إيه؟ هي الـ Robots دي حاجة ظريفة جدا يعني وصلت لنا حديثا فيه هم حوالي ثلاث أنواع أو أكتر فيه أنواع بتهدي أدواء السيدالية بتجيب دوا من السيدالية بتشاهد في حاجة اسمها كاتلينج دي بالنسبة للمشروبات بالنسبة للأغذية فيه وحد منهم بيشتغل كجايد يعني مرشد أي حاجة بيدخل المستشفى ممكن بيرشده بيدله على المكان اللي هو عايزه ووصله شكرا جزيلا دكتور محصن هذه المعلومات الوفية وزي ما شفنا مع بعض هي طبعا تطورات شاملة جميع القطاعات قطاع الصح هنا بدينة شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي ما اقتصرش بس على استعدادات خاصة بالغرف ولكن كمان الشغل الخاص بتطوير العامل البشري أو العنصر البشري وكمان ادخال الجانب التكنولوجي الحديث عن طريق الروبوتات اللي موجودة فيه مستشفى شرم الشيخ الدولي دي نظرة سريعة من داخل المستشفى والان اعود لكم مرمور اشتركوا في القناة